تسأل عن وضع اليدين في الصلاة وعن كيفيتها طبيلة الشيخ ومن يدين حال القيام يكونوا على الصدر يقبر اليسرى بالكفيون ويضعهما على صدره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أما في حالة الهكوع تكون اليدان على ركبتين يلقم كل يد ركبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وأما في حالة السجود فاليدان توضعان على الأرض وهما من أعضاء الوضوء السبع وفي حالة الجلوس بين السجدتين أو الجلوس بالتشاهد الأول أو الأخير توضع اليدان على الفخدين نعم